انا بشكرك واروح لحبة سالم ولو انت رئيس وزراء النهاردة ايه الطريقة اللي هتختار بها الوزراء يا معالي رئيس الوزراء بص انا يعني عندي بس مشكلة اساسية ولازم الناس تعرفها ان في ناس كتير جدا كفاءات في مصر دايما نقولك فين ان كفاءات بيرفضوا منصب الوزير انا مديك رئيس وزراء دلوقتي وانا عندي مشكلة مع وزراء طور تختار كلما بعرض على واحد الوزراء بيقولي لا يبقى اول حاجة هتقابلك مشكلة في اختيار الوزراء يبقى لازم نقول للناس ان الوزراء النهاردة ما بقيتش مغنم خالص بدليل ان او بلاش كده انا هروح لراجل النهاردة استاذ جامعة وبيروح مؤتمرات وبيكسب في الشهر مبلغ حلو جدا وبيصحى على راحته وينما راحته اقول له تعالى هتتشتم وحتتهاجم واعلامه برلمان هنلاقي بالزبط في الموضوع ما بقاش مغري ما فيش المغانم بتاعت زمان يبقى اول مشكلة هتقابلك رئيس وزراء انك مشكلة ناس تاني مشكلة هتختار الوزراء على اي اساس اصحابك اللي بلعبوا معك طولة في فريس لا 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 اهل الكفاءة كفاءة بقى اهل الصقة يعني اهل الصقة دي وضح فشلها تماما لازم اختار اهل الكفاءة ولازم اقعد مع الوزير الاول اشوفه شايف المشكلة دي ازاي يعني انا هجيبه يمسك الزراعة لازم يقدم لي مشروع كامل يقول لي انا الزراعة حعمل فيها واحد اتنين ثلاثة ودرست الجدول فليب عنده تصور ما ينفعش يجيبه عشان هو يعني فيه وزرات لو تلاحظ بقى فيها ترقية يعني يعني مثلا نافر الدائمان وزير التخطيط يبقى هو ماسك معهد التخطيط قابليها وزير الزراعة هذا معروف جاي ايه هيئة الاوقاف يبقى مرشح معرفش وزير الكلام ده خلاص بس عايز اقولك رئيس الجمهورية لما بيختار رئيس الوزراء المكلف ما بيدلوش على ثلاثة اربعة ايان هتعرف تعمل تختار مثلا ستين شخصية لا المراضي بالعكس لو لاحظت بيقعدوا ده فيه وزرات قعدة فاضية يعني وزارة التموين فضلت موكلة الوزير الصناع قبل اقل من شهر لغاية ما جاب وزير تموين من المؤسسة العسكرية وجاب وزير تموين كان اصلا طبيعي تعمل في المؤسسة العسكرية مشابهة ما جابوش وزير تموين كان مثلا قائد ميداني طب انت برضو انت تختار وعندك اتنين وثلاثين وزارة تخليهم كلهم جيش لا خالص طبعا لا انا اولا هخليهم 14 وزارة زي امريك 14 وزارة فرسبت تمام فشل كتر الوزارات ده بالكتير او 16 غير كده كمان هختارهم هدد كم واحد منهم جيش لا مش شرطة اصلا على فكرة بص برضو في حاجة هو مش يعني مش معنى كان انا حرفت جيش ولا حرفت شرطة ولا حرفت استاذ جامعة انا ممكن اخد واحد من عامة الشعب استاذ جامعة اللي هو جيش المعيار هو الكفاء وانت عندك في الجيش يعني مش هتقول مثلا كوتا 40% جيش لا 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 30% ده كتر الجامعة يعني مش هوصل لحاجة في النهاية ما بيقولك الجيش اللي ارضه هو اللي شغالي احمد وما بيقولك اللي هو بيصحى الصبح ستة الصبح جميل وبرضو كون في مؤسسات تانية كتير فيها ناس شغال ايه المشكلة انت ممكن تخش المعيار العرب تلاقي راجل في الشركة شغال يصلح وزير تعمير ممكن اجيب راجل اعمال بس يكون بعيدا عن اي مثلا حاجة شبهات او حاجة ومسكه وزارة معانق المشكلة